قلت عندي كم أخت وأخ؟ أنا أتكلم عن الطفولة بقى طالما أتكلمنا أربعة أو خمس سنين لا لا، طفولتي لم أكنتش أسعت حاجة خالص ونحب أن أتكلم عنها أنا أريد أن أتكلمك عن والدك الله يرحمك توفى وأنا عندي خمس سنين، لم ألحقتش لكن فاكرة شكله وفاكرة وفاكرة حركاته طبعاً فاكرة تفاصيل، بس ما برضو ما تتكلميش عن المنطقة دي، أقلي بالك نكد وأنا موسيطة ما تتكلم بناكت؟ أنا أريد أن أسمع يا بنتي، نحن نعجينا ونبتعنا ونبتعنا، ونبتعنا لا، بالعكس، أنا أريد أن أرى الجانب الإنساني جداً ما الذي يتحك والهذر دائماً يقول لك، الذي يتحك والهذر داخله حزن دفنه سنقوم بقى ونقرأ عليه فتحك، ليه؟ ما تنبع في الأمور؟ لو كان موجود، سأقول لك يا عدوار ممكن لم أكنت دخلت التمثيل أصلاً أنا أبويا سعيدي من سوهاج كنت بتضيربي وانت صغيرة؟ آي! كنت بتضيربي وانتي صغيرة؟ أنت فقم سنة أنا أبوي متوفا وأنني لدي خمس سنة خمس سنة وقتل تضيربي يا فكرة ! لا charger أنا فكرة لك كنت عام أبثين تعلمني بشترعة لكي لايفضأ وانطلق لقد أحصلوا لأ pleasures لا لا لاً، لا يوجد ذلك لا أنا كنت مدللة بسعcor أنت صغيرة وانت tvåريةственный المود Nós kinda me know that أنت مدللة كنت تببني بالكي يصبح ل articles هذا المكان smoothhouse أو الجوازة مثلاً دي أو كنت عايزة بابا قوي هنا مش حاجة قدم أنا كنت ساعات بحتاجة يعني حضنه وكنش تبا حتاجة تتكلمي سهلا حضن يعني أنا بني أنا أبعادي أكتر من كده أنا عايزة حضنه بس أنا عايزة حضنه بس طب فقدان الأب ده بيعمل إفتدوني لأ كنت هتفرق في إيه لو كان موجود الأب وجوده في حياة البنت بيقويها نفسياً سند، ظهر، أبوكي بس ساعات الأم يعني البنت بتحتاجة أمها أكتر أيوة بتحتاج أمها في مرحلة ما يتكلموا مش عارفة في إيه لأ بس يعني هي حتى نفسياً معروفة إن البنت بتبقى قريبة للأب والولد قريب للأم ده نفسياً دي حاجة معروفة بس لأب مهم في حياة البنت طب أنا هسألك على عقداماً يقول لك اللي ملوش كبير بيشتري له كبير طباً أنا كبيري ربنا ملعوب؟ طب ولو قلت لك بني أدمين عباد ربنا ابني هتخليه بقى كبيرك في أم الأيام أو هو كبيرك في أم الأيام؟ هو كبيري دلوقتي أنا بعمل له حساب تعمل له حساب في إيه؟ بعمل له حساب في كل حاجة أي حاجة في حياتي ببقى هو بالي تخافي على زعله أخاف على زعله لو أي حاجة أفكر فيه مش بس أخاف على زعل الموضوع مش موضوع زعل وفرح موجود في حساباتي يعني أنا قبل ما بحسب الخطوة بفكر فيه أه طبعاً طب لو قلت لك مش موضوعية كده وباكي لو كان شافك كنت بتتجوزي كان هيقول رأيه هيبقى إيه؟ هيقول لي مبروك غير مبروك أكيد هيقول لي إيه يعني؟ ما كانش هيبقى لي رأيه تانية نوعها أو كان هيبقى لي رؤية أنت بشايفها؟ كان ممكن ما يعني هو فيه أقب في الدنيا لما يلاقي بنته بتتجوزها يقول لها إيه مبروك صح؟ لا بس أحياناً بيقول رأي صغيرة كده برجع بقى أنا يا أختي بعد السنين لا أعرفش أو لو أنا مقبلة على موضوع يقول لي مثلاً سالي واحد اثنين ثلاثة أربعة أو حتى أمي لا ترى الشيء يا رباً ما هو ماشي يمكن أنت شايف كده بس سنة المعاشرة فجأة بتطلع النقط دي صح؟ كان هيقول لك النقط دي اللي تشوفتها أياً كانت حلوة أو وحش يعني هو متوفي وأنا عندي خمس سنين فما أعرفش إيه اللي كان ممكن يقوله لأن أنا فقدت بمرحلة كبيرة جداً مش بنتي له صورة أو شخصية؟ إيه؟ مش بنتي له صورة أو شخصية في خيالك؟ بنت له صورة أو شخصية في خيالي بناءً على الخمس سنين اللي أنا عشتهم معي بس؟ أه ما أنت بتبني على اللي عندك لكن بنيجي ساعات مثلاً في إخناقة أو لما حد بيفقد أهل وكاد يجي لهم أنا عارفة مثلاً ماما لو كانت هنا كانت هتقول إيه؟ بابا لو كان هنا ما كانش هيردي مش عارفة فممكن تبقي فعلاً بانية قراءة أنه هو موجود ساعات آه ساعات بني وبين نفسي بقى ما بتقوليش؟ هقولي ما خلاص في يعني أنا في حاجات كتير قوي 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 خلاص يعني أنا بقيت عارفة أنا هعمل إيه؟ أنا الله هتصرف ما ليش مرجع غير نفسي ده بعد إيه؟ بعد وجع وتعليم كتير؟ أه طبعاً مش بعد وجع وتعليم كتير بعد وجع أنت فيه لوحدك بعد وقعات أنت محدش بيمدي إيد بيمدي إيده فاكرة كل مرة أه طبعاً فاكرة كل مرة كنت بقع والناس وقفت تتفرج فاكرة كل حاجة فخلاص فهمت أن ولا كلام ولا أنت أنت لو ما قمتيش وقفتي على رجليكي شكراً هتتداسي وبرضو لسه بتراعي الناس وتراعي ربنا فيهم عارفة ليه؟ عارفة ليه؟ لأن اللي بيقومني هو وإن أنا بتقيه بتعرفي أمتى أنه مش راضي عنك مثلاً ربنا أزعلن منك فهاجة في حاجة بتحسى كله يا رب أنت مش راضي عني أنا عملت كزاً بارح أنا أسفة يا رب أستغفرك يا ربي أتوب إليك بتبقى عارفة أمتى خلاص بقى يعني إذا بوليتهم فاستاتروا هتسكوتي ها؟ اه فخلاص يعني أكيد مش هقول بس يعني دي حاجة مهمة شوف أنت بتقولي إيه؟ اتعلمت إيه من وقاعات ومش عارفة إيه هو وفي نفس الوقت بحافظ على الناس ومش عارفة إيه؟ عارفة ليه؟ لقى أني صدقيني أنا متأكدة أن كل مرة اللي بينجيني وبيوقفني على رجلي أن أنا ما ببقاش زيهم أن أنا ما ببقاش زيهم أن أنا ما ببقاش زيهم هو ده ده طوق النجاب بتاعي أنا عارفة شكرا ليس جدا شكرا collect orada coronavirus